اشتركوا في القناة وقائد الحرس الملكي بعمق العلاقات الثنائية والتاريخية التي تربط البلدين وأكد سموه على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير سبل التعاون في العديد من المجالات من جانبه رحب معالي جيمس كليفرلي نائب وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومن والد في المملكة المتحدة بزيارة سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي مؤكد أن أهمية هذه الزيارة في تنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين الذين يرتبطان بعلاقات راسخة